شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق المل مراسم توقيع بروتوكول تعاون للاستفادة من خبرات ومن خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة قام بالتوقيع على البروتوكول مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة ألواء بكر محمد البيومي ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة بما يؤهل الجهاز الإداري بالدولة لتأدية خدماته الحكومية للمواطنين على أعلى مستوى ويهدف هذا البروتوكول إلى تحديد أسلوب تجميع الاحتياجات الفنية من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي تعمل بتكنولوجيا اتصالات لاسلكية متطورة وتوفر الخدمات المتكاملة للاتصالات الحديثة ترجمة نانسي قنقر